السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسمني الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبركاته على سيدنا محمد وعلاه وصحفي اجمعي ان شاء الله اليوم سنقدم لكم واحد العاصر خزو الجازر الليمون البرتقال والحامض كل البلاصة ما تقول للمون ما تقول للمون المهم الحامض نص حامضة تسد ليمونات جوج خزوات اللي هما جوج جزارات عندي جوج ليمونات مقشرين نص حامضة ما مقشرش هانتوما هال ليمونات مقشرين ليمونات مماين اللي بغا يزيد الكمية غا يزيد عندي هنا جوج خزوات ما بقي ما قشرتهمش انا غسلتهم محتتهم في الماء انا خزوه انا خزوه لقشرته وخليتي ضغيكي كحال عبا غاد انا نقشر خزوه كنديرو جوج ليمونات مقشرين را مهم هاد المرحة هاد التفاصل اللي كن نقول جوج ليمونات مقشرين نص حامضة ما مقشراش وليمونات واحدة ما مقشراش والحام وهذا وخزو كن كرطو يعني كن قشرته هو تحيد ليه القشور صافي هانتو مكا صوباتش قدامكم بعدما انا قشرت خزوه اللي هو جازر والليمون انا عادي نحطه في نوركم بطريقة وهذا العاصر راه يلاقلتو عاصر اللي كيتباع را عاصر اللي كيتباع دي ما يلاقيت لكم شي حاجة كنوا على يقين بأنه هي اللي بغى يضعف الكيمية اللي بغى على حسب موم هذا خرج ليت قريبا شي طرونس هكاك حيط قدرتو خاتر تخليتو خاتر عاصر طابعي ما كيدا را متى شي حاجة كديري في المناسبة دبا ديال السكن كيكونو المناسبة ديال نجاح باش تبردي في الحال سخون ومع ضغزها هاد العاصر هرهزوين بزف وخاطي منو تاخم سايطرو تحطي في تلاجة كل نهار تحطي منو منعش تعاصر منعش ولدي جدا الكيمية ديال السكار را تديرو على حساب أنا درت له الماء غليان كما العادة والسكار على حساب الضوغ درت الكمية اللي غايكفاني ديال الماء حتى ما عادش نزيد له الماء خر الماء فاش طاب حتى نديرو برد عاو اللي غادي ندير الماء حتى نديرو له وهذا احساب اطحنو نحن اصمم شوية ديال السكار نحن اصمم ما اصبري السكار كيما اصطي لكم السكار على حساب الضوغ اللي كيشرب سكار بزف اللي بغاء حلوغ ثم سكرة جميلة معتادل في الحلاوة لنأكل سكرة سكرة بعد ما طعبوا ها هما باء بردو طيبين وباردين باش نطحنهم هذا العاصر كيما اكتليكم اراه ما تفرقوش مع هذك الكيتباء غي هذا طابعي انتو مش تخيزو كيولا او خيزو مسلق طيب ليمون تاهو طيب غي يدار بقشوره عاد ليمونه غي يدار بقشوره في العاصر حيث هاد التدقيق في الشرح مهم باش الانسان من اللي يعول على شي حاجة يتقداليها ويعول عليها انه يصاوبها ما خاصوش يخسر فلوسه خاصي له صوبة صدق ليه ويكون عوال عليها يعني متلان الى غي يجو عنده الضيفان وغي يصيب هذا العاصر بحال اليوم لغا تلي يجو عنده الضيفان صبو بحال اليوم ورا كي يصدق مزيان وكي يخرج كمية كثيرة انتمنى نكون وصلت لكم افادة كنحيدهم منه العظام ها مرة كنحيدهم العظام الليبانولية كنحيدهم نحيدهم العظام من الليمون والعظام من الحامض لانهما غي كي يجو مرن وصفين مرة تاهم عندهم فوائد ديالهم الحامضة نص حامضة عندنا هتا هي مقشورها عندما كوشي كتشوفو كوشي تشير طيب غير هكوة انقطعوا باش نسهل عليها في الماكينة في الخلاط هاد العاصر كما قلت لكم وكان عاودها راهزوين بزاف إذا كان موجود عندك تلاجة فيما تضوري غا تكوبي منه ما تهزيش الهم لانكي شي حاجه باش دوزي مثلا الماكلة مثلا لادرتي البيتزا ولا درتي المرقى ولا جو عندك الضيفان ولا دخلت منذ نقاف الصهد الشربي كاس من هذا مو نعيشه صحي عاول خلاطت يعلي غندير فيه المكونات انتو بكاتشوفو كل شي ما زربت الفيديو انه مهم هاد الشي مهم يكون يعني مش روح يعني شارحه بالتفاصيل صافي دابا إلا بغيتو هاد كل ما اللي طاب فيه هو باش هنطحنه وزليس كار ها هو العاصر دي باش اركش معكم طحي لانا ما عنديش ضو هنا اه العاصر دي اللي بعد ما طحنتو وصفيتو ها ندرتو في الكيسان دي التقديم را كي يجي لديد بزاب ومونعيش ولا بغيتو تصوبوه ولا صوبته ولا بغيتو اه قولوا لي يا كيفش جا وجا زوين انا كان اكد لكم بلي هو زوين وخاترها انتو مهزيز قاعد مع اللقاء باش نوركم القوام ديالو كيفش كي يجي ها شتكي جا يعني عاصر صراحة تعولي عليه ما يحشمك شفتا لا مع الناس يلجاو عندك ولا تشي حاجة اللي بغي يجربو اي دي تجربة يجرب موهم عاصر را ها زوين بزاف ومنعيش اه بلما نطول عليكم بلا بلا كنتمنى يعجبكم فيديو نكون خفيفة اضريفة عليكم اه وإلى فيديو قادم ان شاء الله بحول قواتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير على المشاهدة وعلى المتابعة كما كنقول لكم دائما نعواش لكم بروقة اه لا يدخل علينا ايد الاضحاف صحة والسلامة والتيسير يا ربي الجميع جميع المسلمين